جدد رئيس سيسي تعهد مصر باحترام جميع التزاماتها التعهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحرية الأساسية كما أكد رئيس سيسي أن مصر وهي على أعتاب الجمهورية الجديدة لم تغفل أن تعدى استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لضمان سون كرامة المواطنة المصرية لم تغفل مصر وهي على أعتاب تأسيس جمهورية جديدة أن تبدأ حقبة مستقبلية في تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانا بأهميتها في استمرار وتجدد الدولة الوطنية وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان سون كرامة المواطن المصري